اشتركوا في القناة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم ويعادة الامل واعرب سموه في البرقية عن احر التعازي وصادق الموسى لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في هذا المصاب الجلل باستشهاد ضابط وفرد واصابة عدد من رجال قوات دفاع البحرين الذين سطروا ملاحم البذل والفداء في التلاحم مع اشقائهم تلبية للواجب المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم ويعادة الامل دعينا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والابرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمنى الله عز وجل بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر